أجرت موفدة تلفزيون المصري الهام نمر لقاء حصريا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حيث شدد على ضرورة تنفيذ ما تعاهد عليه المجتمع الدولي من خلال قمة المناخ بشارل ميشيخ وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن التعهدات تنص على دعم الدول التي تعاني من التغيرات المناخية بما قيمتهم 100 مليار دولار سنوية يشارفنا اليوم أن نستقبل سيد شارل ميشيل أهلا بحضرتك في مصر وفي شارل ميشيل شكرا جزيلا السيد شارل ميشيل تاريخيا الدول المتقدمة هي المسؤول الرئيسي عن التغيرات المناخية ولكن الدول والقارة الأفريقية من يدفع السمن نحن ضحايا هذه التغيرات المناخية تبقى لكلامكم ما هي أسبقية كوب 27 عندما أقول لكم أن منذ عدة سنوات قام المجتمع الدولي بتقدير الموقف جيدا وخاصة فيما يخص الدول التي في مرحلة الدول النامية واليوم في شرم الشيخ أو ما يجب علينا عمله هو أن ننفذ ما فعله ما تعهد به المجتمع الدولي الذي كان ينص على 100 مليار دولار سنويا لدعم الدول الهشة الدول الضعيفة التي تعاني إذن إنها مسؤولية الآن ويجب عليهم تنفيذ هذه التعهدات الدول الغنية أو الدول المتقدمة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتعلن تضامنها مع الدول التي تعاني وخاصة الدول النامية وأقول لكم أن يوجد الكثير من مشاكل الفقر لديهم والمشاكل الاقتصادية الأخرى وهذا ضروري أن ندخذي الأموال السيد شارل ميشيل إذن تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية ما هي الإجراءات التي سوف تتخذناها لحل مشكلة الطاقة وأقول لكم أن اتخذت العديد من الإجراءات بواسطة 27 دولة الأوروبية لكي ننظم أنفسنا في المستقبل لكي نستطيع أن نقوم بشراء مصادر الطاقة أخرى لكي نستطيع أن نخفض من هذه الأزمة وحدتها نحن نعمل سويا في هذه اللحظة حتى وأنا أحدثكم الآن نحن نحاول العمل بطريقة دينماكية لتخفيض أسعار الغاز أقول لكم أيضا فيما يخص هل يوجد توازن بين الأزمة الغزمة تتقى بين أوروبا والولايات المتحدة الكثير من الشركات تستفيد من هذا الموقف ومن بيعها ومن رفع السعر الطاقة وقد أؤكد لكم أن الاتحاد الأوروبي يتحدث كثيرا ويتشاور مع شركائنا وخاصة الولايات المتحدة فيما يخص الأسعار نحن لدينا خطة قصيرة الأجل وخطة أخرى طويلة الأجل لكي نتعمل مع هذه المشكلة والتي سوف تؤثر على التقدم والبال على العكس تحدث تراجع في الاقتصاد أؤكد لكم أننا لدينا الكثير من الشركاء إذا تحدثنا عن أفريقيا اليوم في قمة الكوب 27 هل يوجد حلول مطروحة من أوروبا؟ بالفعل منذ زمن طويل تحدثنا بعمق عن هذه الشراكة مع الاتحاد الأفريقي منذ عدة أسابيع قبل انطلاع الحرب الأوكرانية كان هناك مؤتمر بعد شهر فبراير بما يخص أفريقيا وتحدثنا كثيرا عن احترام أفريقيا واحترام الاستفادة المتبدلة ما بين القارتين ودخل استثمارات الضرورية من أجل طاقة الغد الطاقة التي سوف نستخدمها وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة لكي لا نعتمد على الوقود الإحفوري بشكل أساسي إذن يدينا فكر الآن أنه كي ننمي هذه العلاقات ونطورها ما بين الاتحاد الأوروبي سواء على مجال الطاقة أو على مجال المناخ يوجد الكثير من التراجع الآن فيما يخص الاحتياجات الطاقة في أوروبا هل تبحثون عن مصادر أخرى مثل الفحم مثلا؟ وأكد لكم أن هذه الحرب ضد أوكرانيا لديها نتائج سلبية خطيرة وأكد لكم أن يجب علينا أن نحرك الرؤوس الأموال أو المبالغة التي كانت مخصصة للتنمية في اتجاهات أخرى ولديكم الآن الحق وأكد لكم أن النظام الطاقة في أوروبا اتخذنا قرارات سريعة وعلى المدى القصير كما قلت لكم من قبل لكن يوجد أيضا بعيدة المدى وأكد لكم أن هذا جعل الاتحاد الأوروبي أو دول الأوروبية تسرع في البحث عن طرق إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الأوروبي لديه الكثير من الشركاء والذين نبحث عن المشروعات الخضراء وتطوير مجال المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء لدينا الكثير من العمل غدا سوف يكون له الاتحاد الأوروبي سيكون له اليد العليا وستحل مشكل الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل مصالحه أم هو جاهز للتعاون بطريقة منفتحة مع شركاء الآخرين وأكد لكم أن في الحمض النووي الأوروبي يوجد بداخله الحصول على شركاء هذه هي ثقافتنا نحن دائما ما نبحث عن شركاء أنا أقول لكم أنني متفائل وندينا الثقة أن موقف شركاءنا عندما يكون قويا هو لصالحنا أيضا نحن نستثمر في الشراكة وخاصة مع الاتحاد الأفريقي إنها شراكة شرعية نحن نتضامن مع شقاءنا الأفارقة إنهم في الفعل سيصب لصالح الاتحاد الأوروبي أيضا وعندما نقول لكم تنمية الأفريقية هو أيضا لصالحنا وأكد لكم أن لديهم كنز في أفريقيا هو الشباب أن أفريقيا لديها تحدي كبير ونحن معهم ولذلك أقول لكم أن الشباب هو التحدي الأكبر لديهم والقوى الكبرى لهم شكرا جزيلا السيد شارل ميشيل شكرا